احنا النهاردة جايين عشان نتكلم عن مسلسل دا واتشر لا سبكم من التيشرت اعتبروها اعراض انسحاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل دا واتشر مسلسل دا واتشر هو واحد من اعمال كتيرة قوي عادة بنشوفها في موسم الهالوين اللي بيبقى فيه اعمال كتيرة جدا بيحاولوا يبقوا مخيفين وقليل جدا لما بيبقوا نجحين واحدثنا بتدور عن نورا ودين برانك اللي بيشتروا بيت جديد يعتبر بيت احلامهم عشان يعيشوا فيه مع ولادهم إليو كارتر البرانكس كان عندهم مشاكل مالية في الماضي القريب ولذلك بيصرفوا كل حاجة بيمتلكوها عشان يقدروا يدفعوا ثمن البيت وبعد ما بينجحوا في شراء البيت وبينتقلوا بالفعل الحيافي بيستقبلوا جوابات مقلقة ممكن ترتقي لمرحلة التهديدات من إنسان بيسمي نفسه دا واتشر ودي مجرد البداية لان بعدها في بعض الظواهر الغير طبيعية بتبتدي تظهر داخل البيت علاقة القب دين مع بنته إلي بتبتدي تتوتر والعداء بيرتفع ما بين عيلتنا وما بين جرانهم وبذلك بنشوف بعنينا وحلم عائلة برانك بيتحول لكابوس فيا ترى إيه اللي هيحصل من المهم قبل ما أي حد في الدنيا يبتدي يتفرج على مسلسل زي دا إنه يتعرف عليه من بره شوية ويتعرف عليه أكتر من بدايته نقرأ النغمات اللي هو بيحاول يبعثها لنا نقرأ عنه كمان أحداثه مبنية على قصة حقيقية وجارت في وقت قريب كمان بس من الحلقة الأولى وأنا بتفرج حسيتني ما بتفرجش على حاجة زي دامر مثلا دامر مسلسل كان بيدور عن أحداث حقيقية ولكنه كان ملموس جدا بتحس وانت بتتفرج من غير ما تقرأ أو تتأكد إنك أمام نقل دقيق جدا للي حصل بالفعل وبكل تأكيد وأنا بتفرج على داوتشر ما كانش عندي نفس الإحساس المرة دي عندنا فجوات كتير وعندنا حاجات كتير شكلها غريب وبمجرد لما نشوف الأحداث دي ونشوف الحاجات دي أول فكرة هتيجي في دماغنا هي الرمزيات اللي عملوا المسلسل إنه هو خاد قصة حقيقية ممكن تكون مخيفة في تفاصيلها واعتبرها منصة عشان يبعت من خلالها بعض الرسائل أو بلاش رسائل نقول بعض الأفكار بعض التأملات وكتير قوي من العناصر والرمزيات والتأملات دي سهل قوي توصل لنا في حياتنا المعصرة البيت الحلم العائلة والبني أدمين اللي معاملاتهم المادية قلبتهم لحاجة تشبه الشركات إيه اللي بيحصل للإنسان بعد ما يحارب لفترة طويلة قوي عشان يوصل لحلمه هل حقيقي بيبقى حلمه هو الوحده؟ هل يسهل التصور إن كل اللي حوالين الإنسان هيسيبه يستمتع بيه؟ دخول أي إنسان على مجتمع جديد دلوقتي التوابع بتاعته بقى شكلها إيه؟ وده وضع ممكن تطبيقه في أي مكان في العالم على أي ناس في العالم لأن كل المجتمعات دلوقتي بقت في حالة تشبه الحرب الصامتة حرب أفكار وحرب معتقدات حرب ما بين التقليدي وما بين المودرن حرب ما بين المتحرر والمتحفظ والإنسان الطبيعي في وسط الظروف ديت بيبقى شكله أكتر إنسان غير طبيعي شخصية دين مثلاً اللي يعتبر بطل الأحداث بتاعنا المفروض أنه هو بيمثل لكل المجتمع اللي حواليه قوة غازية أجنبية غريبة متحررة ومع ذلك داخل بيته هو يعتبر حاجز متحفظ جداً أمام بنته والحاجز ده أصلاً تفاصيل قوته عاملة إزاي هل ينفع يتقال عليه قوي أصلاً لما بيبتدي يحس إنه مش قادر يحمي علته أو لما يبتدي يحس إنه مش الممول الاقتصادي الأساسي ليهم موضوع مثير جداً للاهتمام خلاني أفكر وتفكيري دو تخلاني أرتقي شوية فوق مستوى القصة والحبكة وللأمانة القصة والحبكة مش أحسن حاجة في الدنيا لأن في أحداث كتيرة قوي بتحصل الأهمية بتاعتها في خدمة الرمزيات بينما القصة بتاعتنا بتقعد فترة طويلة تقريباً ما بتمشيش ودي حاجة ما حستهاش قوي غير لما المسلسل خلص لأن في أغلب الأوقات كنت مشدود كنت عاوز أعرف إيه اللي حيتقال بعد كده حتى بعد ما أدركت إن مش بالضرورة في حاجة حتحصل قوي وكمان كنت عارف وحاسس إن النهاية مش هتبقى مرضية أو على الأقل مش هتبقى حاسمة قوي إحنا بنتكلم عن حاجة بتحاول تمثل الحياة المعاصرة فإزاي والنبي ممكن تقدم إجابات المشكلة بس إن عملية التفكير ديت مقدرش أقول عليها مريحة قوي يعني أنا مثلاً اتكلمت عن عدد من الأمثلة المسلسل بيقدم عدد أكبر بكتير من الشخصيات ومن الأماكن ومن الرسائل ومن الرمزيات مش هقدر أتدعي إن أنا فهمتها بالكامل وإن كلها لما بتترسجاً ببعض بتكون صورة يمكن مشاهدتها بسهولة فمن العدل إني أقول إن الموجات الكتيرة اللي المسلسل كان بيشتغل عليها ركبت على بعض وركوبها دوة تشويه كتير من تفاصيلها خصوصاً كمان وهي بتتقدم فيه إطار من الرعب والرعب في الموسم اللي إحنا فيه يعتبر عمل الجذب الأساسي لأي حد إنه يبتدي يتفرج على المسلسل ده ومش قادر أقول إن مستوى الجودة في الرعب كان مرتفعة قوي وكمان مش موجود طول الوقت إحنا بنمر بعدد معقول من الحلقات ممكن ننسى وإحنا بنتفرج إن إحنا أمام عمل المفروض إنه مرعب أنا بتديت أتفرج على مسلسل ده ووتشر في نفس الوقت تقريباً اللي بتديت أتفرج فيه على مسلسل ده ميدنايت كلاب خلصت ده ووتشر ولسه في الحلقة الخامسة تقريباً في ده ميدنايت كلاب منتج الرعب الأرقى هو بكل تأكيد ده ميدنايت كلاب ولكن العمل الأكثر إثارة لليهتمام في تقدير الشخصي هو ده ووتشر بس خلونا نمسك الأول الحتة بتاعت الرعب دي ده ميدنايت كلاب يقدم منظور فريد شوية لتجربة الرعب وفي أوقات كتير بينجح في إنه يفاجئني ويصدمني ده ووتشر مش كده خالص أنا بشوف مشاهد الرعب وهي جاية من على بعد ميل لدرجة إنه بيبقى عندي فرصة إنه يقوطي الصوت عشان الخطة ما تبقاش جمدة قوي وعموماً الرعب اللي بيؤثر بجد لازم يحاول يجرد نفسه من التجربة الاجتماعية بتاعت العمل آه يا عم مفيش مانع إنك تنسى شوية الرمزيات والرسالة السامية قوي اللي أنت بتحاول تقدمها دي وتقدملي الترفيه اللي أنا جاي عشانه ودي مش المشكلة الوحيدة في الرعب في المسلسل عندك كمان محاولة الإخلاص للقصة الحقيقية ودي في حد ذاتها مش مشكلة بس المشكلة إنه مش كل اللي بيتفرج عارف أبعاد القصة الحقيقية ولو حد حاول يكتسب المعرفة ديت ممكن يحرق على نفسه الأحداث كلها عموماً تجارب الرعب داخل أحداث المسلسل مش اللحظات الأبرز على مستوى الإنجازات الفنية والتقنية وللعدالة المسلسل حقق عدد كبير من الإنجازات في الجانب ده يعني أنا مثلاً أدعي إن المسلسل ده يعتبر إنجاز معماري فكرة البيت حتى من شكله من بره الإحساس اللي بينتبك كمشاهد أول ما تبص عليه وبعدين البيوت اللي حواليه وبعدين منظور الحي الهادئ اللي هو فيه بالمقارنة مع وسط المدينة حاجات بتكلمك وبتكلم إحساسك وما بتخليش الممثل يتعب قوي في إنه هو ينقلك إحساسه وده كله من قبل ما ندخل جوه الديكورات الداخلية والأثاث مش في البيت الرئيسي اللي يعتبر مركز الأحداث بس كل قوضة وكل ركن بيحاولوا يقولوا حاجة رسائل الطاقة العاطفية اللي موجودة في قط النوم بس ممكن تقع تتأمل فيها فترة طويلة واللي بيخدم الحاجات داية بشكل متميز جداً هي التصوير عدد استخدام جيد جداً لللقاطات البانوراميك وخصوصاً للأركان بتاعتها تشبه الفيش آي بتحسسك كمشاهد إن الجوه الحدث وفي نفس الوقت بتحسسك بالتهديد منه الأداء التمثيلي في المسلسل رائع وبالأخص بوبي كانفال اللي أنا شخصياً عمري ما بصيت عليه قبل كده وحسيت إنه ممثل جامد نيومي واتس في تكسيد شخصية نورة كمان متميزة جداً لكن واضح قوي إن مركز الأحداث بتاعتنا المفروض يكون دين الصراع بتاعه والألم اللي هو عايشه إحساسه بالخوف إحساسه بالفزع وفي نفس الوقت رغبته في إنه هو يكون مركز إمداد للقوة والحماية لعائلته مسج هايل ما بين عوامل الضعف والقوة يؤسفني إن عيوب المسلسل ممكن تغطي على ده أو تجعله صعب إنه يتم ملاحظته أو يتم تذكره كمان من عنصر التميز في المسلسل الحوار زي ما قولت إحنا أمام مسلسل في أغلب أوقاته ما بتحصلش حاجة أو بتحصل حاجات كتير متشابهة يعني من المضحك إن إحنا نحاول نفتكر عبد المشاهد اللي جامعت الزوجين بتوعنا بالرئيس بتاع اسم البوليس ومع ذلك تنوع المفردات وتنوع نوعية الحوار ما خلتهاش حاجة تزهق قوي ويمكن في آخر حلقتين تلاتة المسلسل تعاطف شوية مع المشاهد وبقى عايز يغششه بعض الرمزيات اللي هو قدمها فدى فرصة للشخصيات إن هي تقدم خطب شوية وعلى الرغم من إنها ما كانتش أعظم أداة فنية ولكن الحوار نفسه والمفردات بتاعته وطريقة إلقاء الممثلين ليه كان على أعلى مستوى أنا أعجبت بمسلسل داوتشر ومش حاسس إن أنا ضيعت وقتي في إن اتفرقت عليه خلاني أفكر وخلاني أسرح في بعض التأملات اللي ممكن تكون جديدة عليها خوفني شوية صغيرة وقدم لي حاجات كتيرة قوي أستمتع بيها على المستوى التقني والفني رسيل ومواضيع ورمزيات وممكن تكون مربكة والمط الشديد في تفاصيل الأحداث بتاعتنا وصولا لنهاية الأغلب حيتفق إنها غير مرضية ما كانش أكبر رهام إحساسي إن المسلسل دا كان المفروض يكون فيلم بس مش حقدر قلوم نتفلكس بابي كانفال مش اسم كبير نيومي واتس اسم كبير بكل تأكيد ولكن ما يباعش فيلم فلما يكون عندك اسم على مستوى الصناع زي رايان ميرفي والضفل واسمين وزنهم على شاشة التلفزيون ممكن يكون أتقل شوية من شاشة السينما فده بيدعم أكتر شكل الحلقات بكل تأكيد ولكن مش هيخدم قوي في عملية التقييم التقييمي لمسلسل دا ووتشر هو 7 من 10 مسلسل قصير انتهى حدايا قوي لو رجع تاني في موسم تاني والحاجات دي ونقشة الحلقة في موسم الهالوين وأفلام ومسلسلات الرعب بتاع السنة دي بالتحديد ايه أكتر حاجة شفتوها وأعجبتو بيها ياريت تساهموا برأيكم في القومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي